بيبدأ يكلمنا التقرير عن غموض المشروع وتفشي المحسوبية بيتكلم عن المحسوبية بيقول ايه؟ بيقولك ان القوات المسلحة المصرية والمشاركين بيجنوا اموال طائلة بصفاتهم ايه؟ بصفاتهم المشرفين على المشروع فانت عند القوات المسلحة وانعرف كمان شوية هي اللي بتاخد كل حاجة بتتمتع بعائدات مليارية ليه؟ لعملية بيع الاراضي الجيش مسيطر على العاصمة وبيبيع الاراضي فبيكسب فلوس بمليارات اشتركوا في القناة وبيقول انه التقرير ده الحقيقة جاي على اساس على حساب الخدمات الاساسية في الدولة وانه عمفتاح السيسي قال اكتر من مرة انه القطاعات الاساسية متعثرة انا بس عايز صورة السيسي دايما تفضل موجودة قال انه دايما الخدمات الاساسية متعثرة لانها ما معهوش فلوس وقال نصا نقرا عن التقرير لا تستطيع الدولة تثقيف الشعب لانها لا تملك القدرة المالية وقال ان الدولة مش بتدفع فلوس واحد لكن التقرير زي ما استعرضنا في الخريطة اللي فاتت بيقولك انه الموازنة العامة بتاخد ديون وبتبيع اراضي دولة عشان تمول مشروعات العاصمة الادارية الجديدة اشتركوا في القناة بيقول ان العاصمة هتنفجر هذه الفقاعة المسمى العاصمة الادارية هتنفجر في وشه دي كل الفلوس اللي هو عمال يصرفها وياخدها من الدولة كمان تعتمد على اموال جديدة لسداد مستثمرين سابقين اذا توقف تدفق الاموال سوف انهار المشروع بالكامل وهي دي المشكلة انه مش عامل مشروع لا بيوظف فيه ناس ولا ربحي بيطلع منه فلوس الا للجيش بها لم يقف وقتها العسكريون الى جانبه وسغيرون ولااتهم هنا بيتكلموا في نديل خطر متعلق بالجيش ونظرته لو فشل المشروع دا اللي هو بيأكل الجيش الشهد بيقولوا ان العسكرين مش هيوقفوا جنب السيسي لكن هيدوروا على مصالحهم بعدين بينقلنا التقرير على زاوية مهمة جدا وهي ايه؟ كل ما تتكلم مع الولاد بتوع السوشيال ميديا اللي احمد الطهري بيعلمهم عشان يطلعوا يردوا يبرروا ويبقوا مصطفى باكر جديد كل ما تتكلم مع يعني تسمع الاعلاميين او الاذرع الاعلامية كل ما تسمع فتح السيسي نفسه هو بيكلمك ان احنا عندنا جمهورية جديدة عندنا ثروة عندنا قيمة يا جماعة احنا بنعمل اصول جديدة للدولة المصرية مشروع الديمقراطية في التقرير ده تقرير فقاعة السيسي في الصحراء بيصف هذه الثروة بانها ثروة زائفة لان النمو اللي بتعمله النهاردة هيصبح عبء ديون بكرة من جوة الفقاعة دي فيه فقاعة اصغر اسمها ان احنا هنعمل نهر وهنجيب ميا للعاصمة الادارية الجديدة في حين ان انت عندك ازمة ميا ايضا طيب التقريب يقول ايه او بيطرح سؤال طيب يا جماعة هي الميا بتاعة العاصمة الادارية دي هتيجي منين ومين اللي هتحمل تكلفتها ودي نقطة مهمة جدا اول مرة حد يتكلم فيها بالتفصيل ده اشتركوا في القناة هل ده تفكير له علاقة بمصلحة البلد بمصلحة الوطن اللي كانوا بيقولوا في مؤدمة الحلقة انه مستهدف